هل يجوز قضاء الصلوات الفائدة الفترة طويلة جالسا وبالفاتحة فقط أما جالسا فلا تصلح صلاة الفريضة جالسا إلا إذا عجزت عن القن لحديث صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب يعني إما أن تؤدي الفائدة على وجهها أو أن لا تؤديها وتستكثر من النوافل عندنا مذهبان ماذا بيقول بوجوب قضاء الفوائد قياسا أولويا على النائم والناس من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها لا كفرة لها إلا ذلك وهناك من يقول من تركها تعمدا انتهت لا تقضى ويستكثر من النوافل فإن أخذت بمذهب القائلين بالقضاء فلابد أن تؤديها على وجهها هذه فريضة لابد أن تؤديها من قيام ولا تصلح من قعود إلا إذا عجزت عن القيام برك الله فيك أما بالفاتحة فقد جائز لأن قراءة ما بعد الفاتحة سنة وليس من الفراء الصلاة تصح بأم الكتاب وحدها وما زاد عن ذلك فهو نافلة أسأل الله جل وعلا أن يشرح صدرك وأن يتقبل منك توبتك إن شاء الله اللهم آمين